تحت قبة ذات تجاويف وثماني طبقات من الأشكال الهندسية على الطراز العربي تلقى عكسات الشمس الراقصة بنفسها على جدران متحف اللوفر في أبوظبي عريضة فرحة افتتاح المتحف الحدثي الذي يجذب مياه الخليج العربي في ممراته الخارجية هذا التصميم تشبيه للسماء والكون كنظام النجوم العشوائي تحت هذه القبة يوجد مجموعة من الأشياء الثمينة ويوجد حاليا أكثر من 600 قطعة وتحفة فنية الهدف من هذا المتحف أن ترى العالم من أبوظبي لذا بالطبع نحن هنا في جسر بين آسيا وإفريقيا وأوروبا نقطة اللقاء هنا إنها مهمة للغاية لفهم عالم اليوم يشتهر نظير اللوفر في باريس بلوحة الموناليزة هنا في أبوظبي وتزين لوحة أخرى من سيدات ليوناردو ديفانشي الجدران حيث يضم المتحف الكثير من الأعمال الفنية الأوروبية العظيمة كمنحوتات البالي الخاصة بديغا وفنجوغ ومونيي وبكاسو الماضي والمستقبل يمكن النظر له من خلال هذا المتحف حيث يمكنك رؤية فن العصور السابقة والفن الحديث بعد انتظار دام عقدا من الزمان شكرا للمشاهدة